اعرب سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بما تحققه مملكة البحرين من انجازات مهمة في سياستها الخارجية تنفيذا لتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وما يوليه جلالته من حرص واهتمام لتعزيز علاقات المملكة وتوطيدها مع مختلف دول العالم ورعاية مصالح المواطنين في الخارج وقال سعادة وزير الخارجية ان تخصيص جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه يوم الرابع عشر من يناير من كل عام للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية يعكس ما يوليه جلالته من اهتمام كبير ومشهود بالعمل الدبلوماسي البحريني وقياداته ومبعث فخر لكل الدبلوماسيين واشهد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني بالدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الخارجية من سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وما تحظى به جهودها الدبلوماسية من سموه الكريم من رعاية متواصلة ومساندة مستمرة وقال سعادة وزير الخارجية ان الوزارة ماضية بعون الله في عمله الدبلوماسي الفاعل لخدمة مصالح المملكة ومواطنيها تنفيذا لتوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتنفيذا لبرنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة لخير وصالح المواطنين واستنادا إلى مبادئ ومرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين وأهدافها وتوجهاتها المستقبلية وانطلاقا من قيم المجتمع البحريني الراسخة موثلة في حسن الجوار والتسامح والتعايش السلمي والتبادل الحضري مع جميع الأمم والشعوب